وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أبي جان موفد اكستر نيوز أحمد فاروق أحمد يعني بعد التحية يعني استعدادات المنتخب اليوم لملاقات المرتقبة يوم الخميس للمنتخب الغني تحياتي أجواء جيدة للغاية اليوم طبعا هناك تبعات لما حدث في الأمس والنتيجة المخيبة بالتعادل أمام موزنبيق لكن اللاعبون استعادوا مع نوياتهم سريعا وتحدث اللاعبون أصحاب الخبرة مع زملائهم وكان لفيتوريا حديثا خاصا مع بعض اللاعبين فيتوريا أصر على إقامة اجتماع خاص اليوم لم يكن مدرجا في الجدول ولم يكن منتظرا في الجدول الطبيعي للمنتخب فيما يخص الأيام طبعا المنتخب يحدد أيام العمل قبلها بأيام وبالتالي اليوم لم يكن من المفترض أن يشهد اجتماعا مع اللاعبين لكن فيتوريا أصر على عقد اجتماعا خاص وأوجه لوما لبعض اللاعبين وأوجه تعليمات لبعض اللاعبين وربما سنتأكد من هذا في اليومين المقبلين لكن يبدو من الملامح المبدئية أن التشكيل سيشهد تغييرات التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام غانا في المباراة المقبلة قد يشهد بعض التغييرات عما حدث أمام موزنبيق أو عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به فيتوريا مباراة موزنبيق هناك تشديدات أمنية شديدة جدا أمام فندق المنتخب هناك منع تام لجميع الأعلاميين ليس فقط من دخول الفندق ولكن حتى من الاقتراب حتى من حاول التصوير من أمام الفندق كان الأمن يمنعه حتى البعثة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وممثل الكاف من الإعلاميين تم الاعتذار ورفض دخولهم إلى فندق المنتخب هناك يعني رغبة في توفير أجواء بها استقرار بشكل كبير جدا لأن مباراة غانا أصبحت مباراة مصرية ليس فقط لمصر ولكن للمنتخبين منتخب غانا خسر أمام كاب فيردي في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة ومنتخب مصر بطبيعة الحال كما قلنا تعادل مع موزنبيق وبالتالي هي مباراة مصرية للمنتخبين تحتاج إلى تركيز كبير جدا وهذا ما تدركه بعثة المنتخب المصري ولم يكن مسموحا لأي شخص بالحديث إلا طبعا المهندس خالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة الذي خرج بتصريحات إعلامية لتوضيح بعض الأمور نعم ماذا أيضا عن باقي مباريات المجموعة اليوم؟ اليوم طبعا يشهد ثلاث مباريات اثنتين منها أقيمتها بالفعل منتخب السنجال اكتسح جانبيا بثلاثية نظيفة وعبر عن نفسه مبكرا المنتخب الوحيد من منتخبات الصف الأول الذي أقنع وأمتع في الجولة الأولى معظم المنتخبات الكبرى تعثرت منتخب ناجيريا تعادل منتخب نصر تعادل منتخب غانا خسر وحتى منتخب كوديفور رغم فوزه في المباراة الافتتاحية على غينيا بساو لم يكن أداؤه مقنعا وجميع الجماهير الإفوارية خرجت في حالة شك من أمالها الكبيرة بالتتويج طبعا باللقب وسط على أرض طبعا المنتخب الإفواري ووسط جماهيري وحتى منتخب الكاميرون اليوم تعادل مع منتخب غينيا رغم أن منتخب غينيا لعب المباراة منقوصا منذ نهاية الشاطو الأول يعني لعب نصف المباراة تقريبا منقوصا لكن منتخب الكاميرون لم ينجح في استغلال ذ ولم ينجح في الفوز وأمامنا الآن طبعا مباراة المنتخب الجزائري الشقيق أمام أنجولا نتمنى بالتأكيد التوفيق لمنتخب الجزائري هذه هي آخر مباراة في مباراة اليوم ثم طبعا غدا هناك ثلاث مباراة سيلعب المنتخب التونسي وسيلعب المنتخب الموريتاني منتخب تونس سيلعب أمام ناميبيا ومنتخب موريتانيا سيلعب أمام بوركينفاس وهناك أيضا مواجهة مهمة جدا جدا بين مالي وجنوب أفريقيا نعم موفد اكشترا نيوز أحمد فاروق من أبي جن شكرا جزيلا لك